اشتركوا في القناة المواطن بينهم 300 طالب ينتظرون منحهم تأشيرات عبور للحصول على فيز دراسية إلى هاتين الدولتين ليلتحقوا بالدراسة في موعدها المحدد والتي ستبدأ في شهر سبتمبر ما لم فستلغى المنح التي حصلوا عليها قبل ذلك كانت الحكومة العمانية تمنح تأشيرات العبور لليمنيين مجانا لكن المسؤولين في منفذ شحن كانوا يأخذون ما بين 200 إلى 300 دولار ليصل ما يتم الحصول عليه في اليوم الواحد إلى قرابة 20 ألف دولار ما دفع حكومة عمان إلى إيقاف إصدار تأشيرات العبور وعدم التعامل مع الجانب اليمني الحكومي لتفوض الأمر إلى مكتب في المنفذ يتم التسجيل عبره ما أدى إلى التأخير في الحصول على تأشيرات العبور والتي قد تصل إلى نصف شهر أو أكثر وبسبب هذا التأخير يضطر البعض إلى العودة نظرا لارتفاع تكلفة البقاء في المنفذ أو البحث عن طرق غير رسمية للحصول على منح عبور مقابل دفع مبالغ مالية تتراوح ما بين 200 إلى 300 دولار ووسط هذه المعاناة تقف الحكومة اليمنية ممثلة بسفارتها اليمنية لدى السلطنة مكتوفة الأيدي عاجزة عن إيجاد حل لمئات العالقين